كمان امبرح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لكلمة في المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية اكد سيادته في الكلمة دي ان تأثيرات جائحة كورونا تجاوزت اكثر ازمات العالم فدحة وان الدول النامية عندها صعوبة في تجاوز تحديات هذه الجائحة بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة اتقدموا بالشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يجمعه بين رؤساء الدول والحكومات بوصفهم المسؤولين عن صياغات وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية وبين قادة عدد من اهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية الذين تساهم شراكاتهم مع الحكومات في سياغة التوبهات العالمية لشدة القضايا الدولية التي تهمنا وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا فضلا عن ممثل العمال واصحاب الاعمال والذين يتطلعون بدور بارغ الاهمية في عالم اصبحنا ندرك فيه جميعا حجم التداخل بين الازمات الدولية المختلفة ومدى التأثير الواسع لها على كفة مناحي الحياة من هذا المنطلق فلقد حرصت على ان اشارك معكم اليوم في هذا الحوار المهم حول التعافي من الجائحة ومستقبل النظام الدولي في عالم جديد اخذ في التشكل امامنا يوما بعد يوم فبعد اكثر من عامين على بداية ازمة دولية عصفت بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها اكثر ازمات العالم فدحة اظنكم ستتفقون معي ان اي محاولات للتغلب على تداعيات تلك الازمة لابد وان يكون الانسان محورها الرئيسي فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال ازمة انسانية بوجه عام لا ازمة صحية فقط او اقتصادية او اجتماعية فحسب ولقد استطعت مصر تجاوز الكثير من تبعات ازمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية ازبتت نجاحها وفعليتها ونبزل في الوقت الراهن جهودا شهدت لها مختلف الاطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معادلات نمو ايجابية رغم كافة الصعابي التي واجهناها ولا نزال وساهمت في ايجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية في قدرة اقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الازمات وتجاوزها بالو استطاعت مصر ايضا رغم الازمة ان تنفذ مبادرات طموحة لرفع مساوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الاكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة وماد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الالاف من الاسر من خلال برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة فضلا عما تبزله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير رسمي والرقمنة السيدات والسادة تقتضي منا الصراحة التسليم بان تلك الازمة قد كشفت بشكل جليل عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية يتعين علينا التوقف عندها وبحثها بغية ايجاد حلول فعالة للتغلب عليها ولهذا فود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرتها على الاستجابة للأزمات العالمية الطائعة وتبعاتها متعددة الأبعاد واسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو؟ 61% من قوة العمل في العالم في إعداد الاقتصاد غير رسمي فضلاً عن افتقار نحو أربعة مليارات إنساني للضمان الاجتماعي إذا كانت الإجابة بلا وأظنها كذلك هل لدينا القدرة على الخروج جماعياً من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟ وإذا كانت الإجابة نعم وأظننا نردها كذلك في أي طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة؟ أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟ وأسمحوا لي أيضاً أن أضع أمامكم عدد من النقاط التي قد تساهم في النقاش حول هذه التساؤلات أولاً أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأدمة دون سياسات متكاملة وأليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النماتي والأقل نمواً صعوبة جمة في تجاوزها ثانياً أن التعافي من الأزمة ممكن إذا توفرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراب بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الأليات الواضحة والمسؤوليات المحددة ثالثاً أن أعاد الترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد أن لا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعاً في هذه الأهداف وآليات تنفيذها بعبعدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية رابعاً تنشأ وتتطور بسرعة بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها وود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق خاصة النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدامة الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2021 ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام محوره الإنسان السيدات والسادة إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية ألقت بدون شك بزلالها على جهود دولنا في التعافي من الجائحة وتجاوز تأثيراتها المتعددة خاصة في الدول النامية وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعص عن القيام بالجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره ومن ثم فإنني أؤكد مجدداً على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بتبكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقاً لاتفاق باريس دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم بيوت تحقيق التنمية والقضاء على الفقر وإن ذلك لن يتأتى دون توفير بيئة دولية مواتية تساهم في حج التنميل اللازم للدول النامية لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ وتقليص الفجوات التي يواجهها عمل المناخ الدولي على كافة الأصل وهذا ما هو بعض ما نزبه إلى تحقيقه خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ نهاية العام الجاري وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية في سبيل ذلك ختاما فإنني أتطلع لتلقي الخلاصات والنتائج التي ستصدر عن المنتدى والتي ستعكس النقاشات والمدولات القيبة التي دارت خلال أم وإنني لعلى ثقة أنها ستساهم في تعزيز فهمنا لحجم أبعاد المشكلة العالمية التي نواجهها والسبل المضي قدبا نحو إيجاد حلول ناجعة لها تحقق تطلعات شعوبنا وآملها المشروع وشكرا